تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتسنكر بشدة قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمزة في عمل عدواني جبان وتصعيد خطير غير مبرر من قبل الحرس الثوري الإيراني يسادف سلامة وحرية الملاحة الدولية وأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة وتشدد وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين التام إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتضامن بكل قوة مع مساعيها المتواصلة وجهودها الملموسة والمقدرة الهادفة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته والتصدي بكل حسم لكافة التصرفات والممارسات الإيرانية غير المسؤولة ووقف انتهاكاتها المتكررة لكل القوانين والعراف الدولية ومحاولتها لعرقلة أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والسلم الدوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر